كسور المدور الكبير للفخز عزم الفخز هو أطول وأقوى عزم أنبوبة في جسم الإنسان وأحد العظام الرئيسية الحاملة للوزن في الأطراف السفلية يحتوي عزم الفخز على بروزين عزميين في الجزء العلوي هما المدوران الكبير والصغير المدور الكبير هو بروز عزمي على الجانب الخارجي الوحشي لعزم الفخز القريب يلعب دورا كموقع ارتكاز لعدة عضلات هي العضلات المباعدة للورك العضلة الأولوية المتوسطة والعضلة الأولوية الصغرى والعضلات المديرة الخارجية للورك الكمسرية والتوأميات والعضلة السادة كسور المدور المعزولة غير شائعة وهي عادة كسور انقلاعية ناجمة عن تقلص عضلي قوي في العضلات المباعدة للورك أو بسبب رض مباشر كالسقوط على الورك جانبيا عند الأفراد الأكبر سنا في حال عدم وجود قصة رض من الحكم البحث عن أفاع عزمية أو نقائل ورمية الأعراض والتشخيص تسبب كسور المدور الكبير ألما على الجانب الخارجي من الورك يزداد عند التبعيد وصعوبة في تحميل الوزن وأحيانا يكون العلاج موجودا وإيلام بالجس فوق منطقة المدور مع ظهور كدمات يكون الألم عادة في كسور المدور المعزولة موضوعيا يشمل الورك فقط وخفيفا إذا كان الألم أكثر شدة وإذا زاد أثناء دوران الورك داخليا فيجب الشك بوجود كسر خفي بين المدورين يمكن رؤية الكسر بواسطة الأشعة السينية البسيطة الأمامية الخلفية والجانبية والتصوير الطبقي المحوري تقنيات التصوير هذه غالبا ما تفوت عزاء من الكسر مما قد يؤدي إلى تبدل قد يحتاج إلى عملية جراحية سانوية أو مضاعفات أخرى من المحتمل أن يخفي كسر المدور الكبير كسرا بين مدورين غير ظاهر على أشعة البسيطة والطبقي المحوري لذلك يبقى التصوير برانين المغناطيسي MRI هو الطريقة الأهم لتشخيص وتحديد الكسر وامتداده بدقة العلاج تلتأم معظم كسور المدور الكبير المعزولة المؤكدة برانين المغناطيسي بشكل جيد مع التدبير غير الجراحي ما لم يكن هناك تبدل كبير أكثر من 1 سنتيمتر نوصي هؤلاء المرضى بالراحة في الفراش لمدة شهر واحد تليها تمارين تقوية ومشي على العكازات مع تحميل وزن جزئي على الطرف المصاب ثم الانتقال لتحميل وزن كامل والعودة التدريجية للنشاط الكامل بعد شهرين إلى 13 من الإصابة يجب تحويل الكسور متبدلة أكثر من 1 سنتيمتر والكسور التي تعطي الآلية تبعيد الورك إلى الجراحة يمكن إصلاح كسر المدور الكبير بالرد المفتوح والتثبيت الداخلي ببرغي أو بصفيحة أو بأسياخ وأسلاك سيركلاج اعتمادان على حجم القطع المكسورة التثبيت الجراحي ببرغي الوركة الديناميكي DHS لجميع المرضى الذين يمتد كسر المدور عندهم إلى المنطقة بين المدورين المشاهد برانين المغناطيسي التعافي بعد الجراحة يجب أن تبدأ تمارين مجال الحركة في فترة ما بعد الجراحة مباشرة لمنع اليبوسة يمكن أن تبدأ تمارين تقويض تبعيد الورك بعد 6 إلى 8 أسابيع إذا كان هناك علامات سريرية وشوعية للإندمال لمراقبة الإندمال تأخذ الأشعة السينية بشكل عام بعد الجراحة مباشرة وفي الأسبوع السادس والأسبوع الثاني عشر ينصح بالمشي على عكاز مع حمل الوزن الجزئي على رؤوس الأصابع لمدة 3 إلى 4 أسابيع يجب أن يكون المريض قادرا على تحميل وزنه كاملا بدون أدوات مساعدة عند بلوغه 3 أشهر يجب تجنب الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي لمدة 6 أشهر على الأقل ترجمة نانسي قنقر